المواقب إزالة التمكين تتهم المالية بتعطيل عمل اللجنة اتهم نائب رئيس لجد إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال محمد الفتي سليمان وزارة المالية بتعطيل عمل اللجنة وقال في مؤتمر صحفي أمس كل من يعطلون عمل الثورة لن نسمح لهم بالاستمرار وقالين المؤسسات التي نزعت من الجيش سنعيدها له والمؤسسات التي تتبع للمالية وذهبت للجيش سنعيدها للمالية وكشف عن ميزانية لجنة التفكيك التي تبلغ 2 مليون جنيه من جانبه قال عضو لجنة إزالة التمكين صلاح منع إن اللجنة استرددت أصول وأموال صرافات اليمامة لاران أرجين دينار التي يمتلكها الأمن الشعبي والمؤتمر الوطني كشف عضو لجنة وجد صالح عن إحالة قضاة ينتمون للجهاز الأمن والمخابرات في العهد البائد وقال إن بعضهم طلق دورات في السلاح والتأمين الذاتي وعددهم 151 قاضي إذن هل وزارة المالية تعطل بالفعل عمل لجنة إزالة التمكين؟ أعتقد أنه هو محمد الفكيس الإيمان بيعني بصورة مباشرة إن لجنة وزارة المالية لم تستلم الأموال بتكشف إزالة التمكين وما وضعت يدها على هذه المؤسسات والشركات فهذا فعلا أنا في تقديري يعطى طيل أنت بتقول أنه في ظروف اقتصادية صعبة في مشاكل اقتصادية بتتوفر لك مثل هذه الموارد وهذه الشركات لإدارتها فيجب أنك فورا تقوم بإدارة هذه الشركات وتضع لها خطة حتى تشتغل لأنه عمل التمكين لا ما عنده قيمة في أنه أنا أقول لك والله إحنا استردين هذه الأموال أو استردين هذه الشركة ثم يتم تعطيلها لا إدارات لا تغنن لا توظف بشكل سليم فأفتكت ذا فعلا هو تعطيل لعمل لجنة التمكين فأنا ما ممكن بتبقى المعنى المسألة ما عنده قيمة أو الناس تبقى هي هدر بذلك إنك تجيب موارد للبلد بتهدر في موارد البلد يعني مؤسسة شغالة وتستردها من شخص ما وتتركها حتنهار حتتدمر حتبقى مساهمتها في الاقتصاد بذلك كانت 10% حتبقى 0% ففعلا هذا تعطيل حقيقي لكل ما تقوم به لجنة إزالة التمكين وأعتقد أنه يجب أن تتغير هذه السياسة والمؤسسة تحتاج إلى تنسيق أكبر بين المالية والتمكين يعني أي مؤسسة يتم استردادة أي قطعة أرض يتم استردادة أي مكان يتم استرداده لو ما فيه موانع قانونية يجب أنه يتم تسليمه والتسليم والتسلم يكون أمر فرض بالنسبة لمزارة المالية والجهة المناطبية التي تستلم العقارة والشركة أو المزرعة وفي كثير من جدا من المزارع تم في إزالة التمكين استردادة من أصحابها كانوا أخذوها بغير وجه حق وهي الآن تعطلت فلذلك لجب أن يكون فيه تنسيق مهم وكبير بين لجنة إزالة التمكين ووزارة المالية تكون فيه لجنة مهتمة بهذا الأمر داخل وزارة المالية يعني مثلا ما تبقى إعلام يعلنها في التلفزيون وانتهى الأمر على حد الحد يعني يجب أن يكون فيه لجان شغالة بتنسيق كامل بين وزارة المالية أو بين إزالة التمكين تستفيد من كل هذه المصادر حتى لا تبقى عمل عبسي يعني ما عند قيم سنتحدث عن قرارات لجنة إزالة التمكين لكنك تنادي بعمل لجنة ما بين الوزارة أو تنسيق تنسيق يعني بين لجنة إزالة التمكين دعنا نسألك لماذا تأخرت عين وزير المالية هي المسألة متروكة للحرية والتغيير وفي بعض المعلومات بأنهم دفعوا ببعض الأسماء لرئاسة الوزراء وأعتقد أنه الآن الوضع أصعب مما كان عليه في الأول يعني زي ما قولنا سلكورة يتا ما عندك فرص تطلع لاعب والدخل لاعب في الملعب كل مرة الفرص تظن محدودة فلذلك يجب أنه مسألة تخطع لتمحيص أكبر هذه المرة وتوافق أكبر وتضع سياسات واضحة لإدارة وزارة المالية نفسها لأنه فرص التبديل أفتكر تكاد تكون انتهت نعم الموارض الضخمة التي استردتها رجلة إزالة التمكين لماذا يعطل الاستفادة منها في تحريك الاقتصاد الآن؟ هذا الكلام القناوي لأنه واضح أنه لا يوجد تنسيق كافي بين إزالة التمكين وبين وزارة المالية هذه هي المشكلة الأساسية في أنك إزالة التمكين ويتيجي في التلفزيون وبعد دراسات وبعد تمحيص وبعد أوراق وتعلن أنها استردت أموال ثم ينتهي الأمر عند هذا الحد فأعتقد أنه قبل ما يعلوناه في التلفزيون وده الأهم إنها تتولك لوزارة المالية وتكون في لجنة حراسة لها في وزارة المالية يعني أنا أعرف صاحب مزرعة في بوتري أزعه في إزالة التمكين أسترد منه مزرعة ضخمة جدا ثاني يوم جاء شال عدد كبير من الكونتينر من الحاويات من المزرعة شال كل الموجود في المزرعة من حيوانات ومن أشجار وكذا وترك أرض بلقع ففي الأخير أنت مستفي التشييق أرض فقط نعم فأفتكر أنه يجب أنه قبل إعلانها في التلفزيون الناس يكونوا في إدارة متخصصة في إدارة هذه العقارات والمنتلكات